السعر اللهي بركاته من الاشتراك في البديد واليوم جايب لكم فيديو شايدرز كثير طلبوا مني كيف ننزل شايدرز او تركب الشايدرز في 1.8 فاليوم جايب لكم اسهل شرح وكل شي موجود كل اللينكات او الروابط كلها في الوصف فا او شي عشان تبدأ اداء التركيب تفتح ماينكرافت اوكي لما تفتح ماينكرافت افتح على 1.8.8 او 1.7 و 1.8 لازم كله 1.8 المهم فلاهب تفتح كده بسد بلاي واسطنى الليله مينشتغل بعد نقفله على طول ثاني اوكي دا حين لما تشغلوه هلا ما يشتغل مايكرافت اول ما يشتغل الشاشة زي كده بس على طول قفله وخلاص دا حين يعني يجي ملف جديد في الملف المهم فدحين تفتح الملف اللي موجود في الديسكريبشن اللي هو ذال اشياء شيين تنزلو شايدرز مود نفسه والشايدر باك الشايدر مود هو الملف اللي يتركب به والشايدر باك هو الباك اللي يعني هو اللي في له كل الشايدرز والهادا والانواع وزي كده فا اول شي تسوي لما تنزل كل شي يعني راي تكليك على دا اوبين ويذ تضغط جايفا اذا ما عندك جايفا لازم نزل الجايفا او اذا عندك اضغط جايفا وخلاص فا حين يجيك make sure you have closed mycraft and mycraft launcher يقول لك خلاس يعني تكون متأكد انك قفل في 마يكرافت زي ما سوينا احنا يب قفلنا مينكرافت نضغط اوكي فدحني يقولك اختار الـ version حقك طبعا ما في غير 1.8 فاضغط 1.8 واستنى اوكي لما يجي اضغط خلاص يقولك خلاص اشتغل وكل شي ومينكرافت وركب فنضغط اوكي نحين يكون خلاص ركب الشيدر بس باقي نركب الباكس عشان نقدر نستخدم واحدة من الشيدر الموجودة في القيم فنفتح الفايل عشان نفتح الفايل نروح start او run نكتب update و percent زي كذا نضغط اوكي نروح اول شي عن مينكرافت وبعدين هتلاقي انا عشان انا حاطط قبل قبل كذا يعني فخليني امسح عشانكم ومن البداية فنفتح الـ ونرار اللي نزل عندكم فحتلاقيوا ادى الملاف اسموا الشيدر باكس نفسه تشده في الملف وبس هذي كل شي نفتح الملف حق مينكرافت ونشده بره يعني ملف مينكرافت زي كذا اوكي كذا نشده في ملف مينكرافت كله يعني مو جوت ملف تاني فأول ما يجي شادر باكس خلاص انت انتهيت من الشادر تكله فتقفل كل شي ونشغل مينكرافت اوكي دا حلا ما نفتح مينكرافت يعني حيسوي loading عبر ما يسوي loading نسوي بروفايل جديد ونسميه shaders 1.8 وبعدين حنلاقي ننزل تحت كده اللي هنا منلاقي 1.8 shaders في release هنا نضغط عليه وننسوي save profile دا حين ندور على اللي صنعنا اللي هو shaders 1.8 ونفتحه ونلعب على طول اوكي اوما تفتح مينكرافت تروح عند options بعدين نضغطه shaders shaders هنا كل الاشياء اللي نزلتوها من نفس الملف فداك اللي فيه له أشياء كثيرة اللي راميتو في دوت مايكرافت فدحينا نحطوا على هذا الشيدرز وحسوا احسن واحد روبوب وشيدرز لايت اي شي مكتوب عليه لايت في النهاية استخدموه انصحكم عشان اللي اللايت خفيف يعني مايتقل لبتوبكم او اي شي فلا تستخدموا الهاي والالترا عشان حيفجر لبتوبكم او اي شي يعني مكويسة فنصيح استخدم رايت فدحينا نضد ونرجع ونفتح اي عالة مثلا دا اول واحد اوكي فدحينا هذا اللي فتحناه الشيدرز الصراحة مرة جيد شوف كيف ويعني جيد بزيادة ما شاء الله فحيعلق معاكم انا حطت فانسي وماكسيمم الموث لايتينج اللي هو اللي يعني ظل يكون ناعم زي كذا انا حطه ماكسيمم ورندر دستس خلينا نشيل اللاك شوي اوكي هذا هو يعني الشيدر تريد استخدمو الف شيدر بس زي ما قلت لكم استخدموا اللايت لانه احلى مو احلى طبعا مو احلى بس انه اخف عشان ما يطفل بتم بكم ولا شي فخلي نجرب واحد تاني مثلا اي واحد مثلا دا شوبا كيك مدري المهم اوكي هذا حلو بدون لاق ايو شوف الشمس حلوة كمان فهذا كل شيء شكرا لاتنسى لايك سابسكرا كومنشير وهذا اللي طلبتو عن الشيدرز ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة